كما نتبع أيضا مشاهدين لقاء خاصا أجراها التلفزيون المصري مع دكتورة نورا السيد الباحثة بمعمل أمان حيوي مستوى ثالث هنا يا فندم تم تصميم المعمل للتعامل مع المايكروبات شديدة الخطورة والضروة على صحة الإنسان وعلى الصروة الحيوانية هدفنا هنا في المعمل هو تقصي انتشار الفيروسات والمايكروبات سواء كانت من خارج مصر أو متحورة وأيضا يا فندم نقدر نقيم ونطور اللقاحات والمواد المشخصة المستخدمة في المزارع وده بيساعدنا في برامج السيطرة قبل تلقيها للحيوان هنا المعمل زي ما حضرتك شايف مؤمن بشكل كبير في السقف يوجد تعقيم مستمر للهواء بالفالتر المتخصصة يوجد كابينات معينة لأمان حيوي مستوى ثلاثة مع توفير الملابس العازلة للباحث توفر له الأمان بالتعامل مع المايكروبات شديدة الخطورة والضراوة ده بيأثر على الصروة الحيوانية أو الإنسان ويمنع من انتشار هذا المايكروب أو الفيروس على الصروة الحيوانية وعلى الإنسان